بشرفنا الآن الزميل عزيز محمد الباز للحديث عن أرقام الفريقين النهاردة قبل المباراة منوارنا محمد مساء الخير يا كابتن نايمان مساء الخير على جمهور النادي الأهلي يعني أرقام الفريتين النهاردة بتقول لنا أننا قدام فريتين عكس بعض تماما فريق قوي جدا من ناحية الهجومية وفريق يعني يعتبر من أقل ومن أضعف الفرق من ناحية الدفاعية بلدية المحلة من أكتر فريق طبعا استقبلت أهداف ودائما فيه تناقض يعني هو حتى على مستوى الهجومي عندهم وإحراز الأهداف يعني عندهم 22 هدف متوسط مش الأفضل في الدوري ولكن 22 هدف وهدف الدوري العام من عندهم فهو فيه يعني زي انديكيتور كده فيه مؤشرات بتقول الفريق بيلعب جيم دائما مفتوح عندهم مشاكل طبعا في الارتداد وفي البطء وفي التحضير الأرقام كلها بتشير لذلك وحنعرضها ونشرحها ولكن الأرقام بتشير كابتن أيمن أن احنا النهاردة مفروض من واقع الأرقام من واقع النتائج أن النادي الأهلي يفوز بسكور كبير ده الأرقام بتقول لنا كده بس الكورة ما بتقولش كده بالضبط الكورة والتسعين ديئة والملعب بتقول لحاجة تانية خالص كل ماتش اللي ظروفه الملعب بقى والمستطيل الأخضر هو للحكم النهائي ولكن احنا بلدية المحلة يعني يعتبر فريق محترم بلعب جيم دايما هجومي وللأسف عنده بعض المشاكل في عدم الربط ما بين خطوطه ودي اللي بتأثر دايما في استقباله للأهداف الكثيرة قبل ما ندخل بقى في المقارنات والأرقام بتاعت الفرقتين اللي بتعرض لنا لنحية الفنية عاملة ازاي عند بلدية المحلة بالخاصة وعند النادي الأهلي خلنا كابتن أيمن نشير لحاجة كده غريبة في الدوري المصري هذا العام ودايما دايما نتكلم في تناقض يعني قبل ده يا شباب لو نرجع نعرض المقارنات الفرق اللي هي عندها كابتن أيمن فرق أهداف بالمينس فرق كتيرة يعني وصلنا لستة فرق تقريبا في الدوري عندها دايما فرق بالمينس استقبلت أهداف كثيرة جدا مع أنها لإحرازها للأهداف ليس بالكثير وده حاجة غريبة جدا دايما حطاها في شريحة أنهما مستواهم دايما في تزبز عدم استقرار أنهما يكون عندهم مينس بأرقام كبيرة جدا نتكلم على مينس 20 مينس 19 بالسالب ب13 أهداف كثيرة جدا ده فرق الأهداف أقصد ما بين الأهداف المحرزة والأهداف المستقبل نتكلم على بلدية المحلة أهمه بدايته بلدية المحلة ليه 22 هدف واستقبل 42 هدف فهوائف دلوقتي كابتن أمن بالمينس 20 مينس 20 هدف فرق كبير جدا يعني كانه بيستقبل كل مباراة هدفين وشوي مظبوط ده معدل استقبله للأهداف رقم يعني كبير جدا عالي جدا نتكلم الفريق اللي بعد كده الدخلية الدخلية أحرص سبع أهداف مدخل يعني ده رقم قليل جدا ولكنه استقبل 26 هدف فهوائف بالمينس عند 19 هدف بالمينس ناحية بعد كده بيجي المقاولين نفس الكلام المقاولين يعني ليه 18 وعليه 31 صحيح أرقام كبيرة جدا فهوائف بالمينس بفرق 13 هدف بعد كده بتيجي فرقه فرقه ليه 19 واستقبل 30 أرقام يعني حلسة بتكلم هما اللعبه 19 وعشرين مباراة ولكن بلاتها معدل استقبلها هدف كبير جدا ففرقه بالمينس 11 بعد كده البنك الأهلي هو قال لهم ولكن بيجي بجوال كتير البنك الأهلي البنك الأهلي 27 هدف يعني أعلى حتى من البلدين 22 هدف يعني طايم البنك الأهلي في وضع آخر دي أوكي تعاني خش بقى على أرقام الفريتين النادي الأهلي يا كابتن لعب 14 مباراة فاس في 9 خسارة في 2 تعادل في 3 بلدية المحلة طبعا 20 مباراة فاس في 5 فقط وخسارة في 11 مباراة وتعادل في 4 ها طبعا من أكثر خسارة في الدوري حتى الآن مع المقاولين والداخلية زي ما قلنا وفرقه بتتكلم عن الترتيب بلدية المحلة طبعا عندها 19 نقطة في 20 مباراة بترتبه في 15 من ناحية الثانية النادي الأهلي ترتيبه 8 على الدوري وطبعا أحرص 30 نقطة في 14 مباراة معدل يعني إحراز النقاط للأهلي طبعا جايد جدا ناحية الثانية هو دي بقى الجدول اللي كنا نتكلم فيه شرحنا يا كابتن دايما فيه فرق بالماينس كتيرة جدا بلدية المحلة والداخلية والمقاولينة هي الأرقام بتقول لنا احنا قدام فريق النهاردة يعني معدل استقباله الأهداف وواقع في فرق أهداف بالماينس كبير جدا 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 دايما يعني هنا فيه مؤشر إن الأهلي عنده فرصة كبيرة جدا النهاردة يعزز من تقدمه في أنه هو أقوى خط هجوم حتى الآن 33 هدف من الـ 14 مباراة والفرق الثاني طبعا حتى لو فيه تساوي ولكنه لعبوا 20 مباراة فالأهلي النهاردة عنده فرصة كبيرة جدا إنه هو يعني يتخطى كل الأرقام دي كلها يعني الداخلية المؤولين فاركو والبنك الأهلي نرجع لأرقام المحلة بلدية المحلة ونوضح من ناحية الهجومية شكلهم عامل إزاي كابتن ناحية الهجومية زي ما قلنا أحرز 22 هدف والـ XG عندهم 33 هدف كان ممكن يصل لـ 33 هدف من وقع الفرص اللي خلقها وصناعها فيه المباراة العشرين مباراة النادي الأهلي طبعا 33 هدف أقوى خط هجوم والـ XG عند النادي الأهلي 38 هدف فالركنيات فريبا بيلعب ركنيات على فكرة يعني بيعمل كرصات يعني من ناحية الهجومية زي ما قلنا لا عنده أرقام حتى من ناحية التمريرات والاستحواز على عكس طبعا الفرق الجونة والإسماعيل وعلى عكس طبعا المؤولين وعلى عكس الفرق حتى اللي احنا لعبنا وصادهم في آخر 3 مباراة وفوزنا عليهم لا هو البلدية المحلة لا شكل النادي الأهلي عمل 97 ركنية في الـ 14 مباراة بمتوسط 7 ركنيات في المباراة وده أقوى خط هجوم و وأقوى في الريق بيعمل ركنيات في المباراة الوحدة بمتوسط في المباراة الوحدة هو النادي الأهلي حتى الآن من واقع الـ 14 مباراة الأست طبعا زي ما قلنا البلدية طبعا 3 ركنيات تقريبا يصل 4 ركنيات بالمباراة الوحدة بالنسبة لصناعة الاهداف بلدية المحلة 13 أست حتى الآن من 22 يعني هدف 25 عند النادي الأهلي 25 أست من الـ 33 هدف الناحة التمريرات المفتاحية هو فريق بيصنع بيصل بيخلق فرص 130 فرصة 130 تمريرة مفتاحية عملت كتشكل خطورة يعني في المباراة الوحدة بيصلوا لستة أو من ستة لسبعة تمريرة مفتاحية في المباراة الوحدة أما النادي الأهلي طبعا عنده أرقام غزيرة جدا يعني بيصل لعشر تمريرات مفتاحية في المباراة الوحدة من أكتر الفرق طبعا اللي بتخلق فرص عندهم نسب تحويل الفرص لأهداف جيد 11% النادي الأهلي 15% أنا بقول جيد ليه؟ لأنه هو مقارنة بالفرق الدوري لا هو في معدل كويس التزديدات بالمباراة بيصل لعشر تزديدات في المباراة الوحدة منهم يعني تقريبا ثلاثة أو ثلاثة ونص تزديدة أو يعني الأربع تزديدات على الثلاثة خشبات كابتن أيمان دقة 36% ناحي التاني عند النادي الأهلي 15 تزديدة في المباراة خمسة أون تارجة 36% 15 تزديدة في المباراة سواء من داخل منطقة الجزاء أو خارج منطقة الجزاء مظبوط ده بشكل عام وخلينا بقى نستعرض اللي حضرتك قلته أهداف بقى من داخل منطقة الجزاء احنا قلنا النادي الأهلي يعني أحرص حتى الآن 33 هدف منهم 28 هدف من داخل منطقة الجزاء من واقع 135 تزديد احنا تكلمنا أنه بدأت تطور دوت المباراة السابقة عندنا هدفين من 11 تزديدة من خارج منطقة الجزاء مظبوط فحنا رفعنا رقمنا النادي الأهلي رفع رقمه من خارج منطقة الجزاء من واقع حتى الآن 72 أو 73 تزديدة أحرص خمس أهداف من خارج منطقة الجزاء ده معدل يعني جيد ومحتاجين تحسين فيه وعندنا فرص كبيرة عندنا لعبة بنمتلكها بكوالتي عالي جدا وشوفنا ده في المباراة السابقة ناحية الثانية بلدية المحلة عندهم 20 هدف من داخل منطقة الجزاء من واقع 120 تزديدة من داخل منطقة الجزاء العرضيات بالمباراة هو كابتن بيوصل لـ 17 عرضية بالمباراة بدقة 21% نادي الأهلي 22 عرضية وكرس في المباراة الواحدة بدقة 23% عندهم على فكرة 7 هدف بالرأس وعندهم أربع ضربات جزاء حتى الآن أحرصهم طبعا حسام أشرف اللي هو هدف الدوري حتى الآن بـ 11 هدف ده الشكل الهجومي عند البلدية المحلة زي ما نقول بلعب جيم مفتوح بلعب جيم هجومي ولكن المشكلة عنده هنا بقى في الناحية الدفاعية على فكرة برضو فريق بيمتلك استحواز إنه يصل 52% كمتوسط 52% من الاستحواز لأن معدلات التمريرات عنده والبلد أب عنده بشكله كويس جدا بيعمل تحضير بشكل مختلف من أكثر من تمريرها بنشوفها ولكن دايما في أول عشر ودام بيسبب له مشاكل كتير جدا ودائما نشوف الاستحواز وعادة المحلة الكسيرة دي في أول عشر أو ربع ساعة أو الخمسة عشر ديها في المباراة بعد كده بتبدأ الفريق يتشتر نفس التركيز بيتقل الضغط عليه ومتولد أخطاء خلاص في بطء في مساحات ما بينه يعني البلد أب دائما بنشوفه بالأرقام في مساحة ما بين اللاعبين مش لاقيين بعض إنه هم يعملوا شورت باصس كتير فباضطر إنه هو يرمي طولية فبالتالي عنده طولية 48 يعني متواصل 48 تمريرة طولية بالمباراة الوحدة بيصل لدقة 37% ناحية التاني الأهلي يصل ل39 تمريرة طولية بالمباراة الوحدة ولكن دائما تمريرات الأهلي زي ما احنا عارفين رقم ممكن يبدو كبير ركبتن أيمان ولكن فيه طبعا خطورة لإن احنا فوزنا على المحلة فيه هدفين منهم بلونج بول اتلعبت في ظهر المدفعين وده مشكلتهم اللي هنتكلم عليها طبعا تمريرات الأهلي دائما كبيرة بتصل لـ 5% دقة 475 تمريرة صحيحة بالمباراة استقبلوا 42 هدف استقبلنا احنا 15 هدف ولكن الهدف المستقبل المتوقع عند بلدية المحلة قد يستقبلوا 63 هدف يعني متخيلة كابتن غزارة يعني فيه شوارع وراء دائما عندهم مشكلة كبيرة جدا نادي الأهلي قد يدخل مرمى 23 هدف وشوفنا تصديات حراس مرمى مصطفى شبير في آخر كام لقاء ساعدت طبعا مع الدفاع النادي الأهلي ساعدت فيه استقبال 15 هدف فقط اللي احنا مش راضين عنهم حتى الآن ولكن يعتبر يوتيوب تاني أفضل فريق من أحياء الدفاعية حتى الآن في الدوري العام شباك نظيفة عند المحلة 5 عندنا 4 بيخسروا الكرة 40 مرة تقريبا من الضغط العالي يا كابتن زي ما حضرتك قلت بالزبط النادي الأهلي عنده خسارة الكرة 38 مرة معظم خسرت الكرة عندنا بتبقى بسبب دقة في التمرير مش الضغط لأننا دايما عندنا الأفضلية في الضغط العالي واسترجاع كرة كونتر بريسنج زي ما دايما بنشرح ما بنكملش 12-13 ثانية الكرة بتبقى معانا فاستعادت الكرة عند النادي الأهلي هو كابتن بنصل لـ 63 مرة في المباراة المحلة عندها 71 مرة ولكن سريعا ما بتفقد الكرة فبالتالي عندهم مشكلة في فقد الكرة ولكن استعادت الكرة عندهم 105 مرة في المباراة الشكل ده بيقول لنا أن بلدية المحلة طبعا عندها مشاكل كبيرة في الناحية الدفاعية ولكن عندهم ميزة كويسة جدا في معدلات الجر اللي بيتعكس في استعادة الكرة يعني استعادة الكرة وكسب الكرة عندهم رقم على الفكرة ده عالي كويس جدا ولكن سرعان ما يفقد الكرة لأن ما فيش ربط ما بين الخطوط يعني الأرقام دي بتقول لنا لما بنتفرج على الحالات تفرجنا على الماتشات الأخيرة آخر خمس مباراة زي ما حضرتك عارف طبعا عندهم فوز وحين واربع خسايا يعني بص هنا بقى بنتكلم عليها كرة طولية لونج بول في ظهر يعني يا شباب لو نرجع خطوة مش عايزين يعني يعني نعرف التفاصيل الفنية ديت كتيرة كرة تلعبت من رامي لونج بول في ظهرهم فيش أوف سايد من هنا وسام راح أفراد منه وسام راح أهو يا كابتن عطول بتضربه فيه مساحات كبيرة جدا بقفو على خط واحد فلات التلات لعيبة في الآخر ودايما يعني رودا اللي هو الباكش مال بتقدم بيسيب مساحة كبيرة جدا وادي الهدف كوبي بيست من الهدف ده هدف رودا سليم الهدف الثالث يعني بعد كريم فؤاد كوبي بيستا كابتن تلعبت برضو لونج بول تلعبت في ظهرهم نزلت عند رودا سليم بالزبط كده ده جون التاني طبعا لما تلعبت كرة واتلعبت بص دايما كده مفيش تركيز بتلات أربع لعيبة وفين مفيش ربط ما بينهم كرة تمرت ودخل ده جون أقرأ ده كريم فؤاد سوري الجون التالت بقى اللي أنا عايز أتكلم عليه هو كوبي بيست من جون الأولين هاي اللونج بول في ظهرهم خلاص عندهم سوف التمركز دايما بيقات ليهم أوه تلاتة أربعة وقفين على خط واحد ولكن الربط أهو هنا كابت برضو كرة طولية كرة طولية لونج بول خلاص ضربت راح ريدا سليم وحط طبعا الهدف كان الهدف التالت فوزنا عليهم خمسة واحد فريق بيستقبل هدف كتيرة جدا يعني عايز أقول لحضرتك يعني إحصائية إنه هو آخر خمس مباريات قلنا خسر في أربعة وفاز في مبارا واحد ولكن استقبل في الآخر خمس مباريات حداشر هدف أحرص أربعة هدف لو رجعنا خط والورة في الخمس مباريات اللي قبلوه استقبل كان بقى كابت السامل خمستاشر هدف في الخمس مباريات اللي قبلوه يعني آخر عشر مباريات عند بلدية المحلة استقبلوا ستة وعشرين هدف عشر مباريات لا وآخر خمس ماتشات كمان منهم جول من بنالتي وجول حطوا شام صلاح في نفسه بالضبط عندهم جول بالضبط فريق يعني عنده تناقض ولكن أنا شايف إنه هو فريق عنده بوتينشل زي ما بيقوله في المستقبل لو فعلا إنه هو يعني ظل في الدوري المصري مع طبعا صعود غزل المحلة وبنبركلهم حيب دربي خطير دربي قوي جدا أعتقد فريق بلدية المحلة عنده فعلا فريق يمتلك عناصر كويسة لو فعلا بدوا يشتغلوا على الربط ما بينهم الخطوط وإن هما يقربوا مساحات وإفلوا مساحات ويزبطوا خط الدفاع بالشكل ده حيب شكلهم مختلف فريح عديس ينقصهم الخبرات كتير جدا جدا فده فرقة معهم شوي مزبوط يعني ده بشكل عام كده يعني تحليل أرقام الفرقتين كل التوفيين نادي الأهل بقى النهاردة المحطة الأخيرة يعني يبقى أربع مباريات بأربعة فوز بـ 12 من قطة برقم بقى يعني 23 هدف إحنا هنا النهاردة الأرقام بتقول لنا على الأقل خمسة النهاردة يعني زيال خمسة اللي قبله أربنا إساء إن شاء الله خل التوفيين إن شاء الله شكرا جزيلا ولينا أخو آخر بعد مباراة إن شاء الله